خليني أبتدي وأقول عن ما يحدث في هذه الأيام اللي عم بيحدث في هذه الأيام طبعا شيء مش غريب على حياة المؤمن فالرب يسوع في البشائر المباركة سواء في إنجيل متى مرقص في لوقة اتكلم مسبق عن الأيام الأخيرة رح يكون فيها أوجاع رح يكون فيها أحزان رح يكون فيها حروب رح يكون فيها قلاقل رح يكون فيها مجاعات رح يكون فيها أوبئة رح يكون تحديات كثيرة ولكن كل هذا وضعوا هذه مبتدأ الأوجاع إذا كانت هذه مبتدأ الأوجاع والناس وصلت إلى حيرة وفعلا شيء محير مدهش اللي عم بيصير في هذه الأيام بدل ما يكون فيه قرارات صحيحة وصائبة اللي تكون سبب سعادي وبركة للناس عم نشوف تحول وتراجع كبير فإذن كأنه الكتاب المقدس عم بيورينا الصور اللي عم تحدث في هذه الأيام ولكن من ناحية تاني الكتاب المقدس شجعنا شجعنا يعني لما بتشوف كل هذا لا ترتاعوا ما تخفش بعدين في موقع آخر يقول بل ارفعوا رؤوسكم إلى العلاء لأن نجاتكم قد اقتربت بالنسبة للمؤمن كل الأحداث مش مفاجئة لإلنا ولكن اللي عم بيصير أنه كتير ناس عم تتأقلم مع الأحداث وكتير من الناس الأحداث جعلت منها أنه تخاف وترتعب وكأنه الله غير موجود في الساحة كأنه الله خارج عن نطاق البشر كأنه الله بعيد كأنه الرب ترك الإنسان يتخبط في مجاهل الظلمة وفي مجاهل الخطية اشتركوا في القناة